السلام عليكم اخواني اخواتي الكرام اتمنى انكم تكونوا كمان في صحة جيدة و اه قبل كل شي اه اه تابونوا فلاشين بارتاجي في الجروب باش تعمل الاستفادة ان شاء الله فهذا الفيديو غنشوف هيكون فيديو طوب دي طوب ان شاء الله هنشوف فيها يعني تكلفة ديال البناء اه ديال فقط الاساسات يعني هنشوف غنقسم الفيديوهات يعني الاجزاء هدا يكون هو الجزء اول اه غننشوف فيه ان شاء الله يعني الفوندسي هنشوف واحد الحوايج اللي هما جيد 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 مهمين ذاك شعل اشتبعوا الفيديو من الول حتى الاخر باش تعرفوا قائل لزان فورماسي وقائل معلومات اللي غيفيدكم بزيف 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 اه خصوصا الناس اللي باغت يالله باغت بني وخصط عرفت كلوفة ديال البناء اه وبالنسبة الناس اللي كي سولوا على عندهم بقاعدة وعندهم يعني البلان وعندهم اه تراخيس يعني لان الرخصة ديال البني وباغيني بني فاه بنسبة اه المزيد من المعلومات يمكن اللي هي تواصل معايا على اه النمرة ديال التليفون اللي ظهرة في الشاشة اه فراه ديجا اه قلت هاد الشي هذا وكان قولوه وفقاع لي فيديو راحنا عدم مقاولة ديالنا اه كان بنيو اه وكانت عاملو يعني احتفت امان راحا التامان جيد مناسب اه لي اه المزيد من المعلومات واستفسار اه تواصلوا معي لنمرة اللي ظهرها لكم في ونبدأ على بركة الله بالنسبة لأول شيء سوف نرى في تكلفة البناء تكلفة البناء الأساسات ولكن غير الأساسات أول شيء سوف نرى في هذا الفيديو هو أن أغلبية الناس لا تكون قارية وتريد أن تعرف البقعة التي لديها شحال المساحة في هذا الفيديو إن كانت هناك مهم بالنسبة لهم شخص أن تعرف التفدي어서 قام البقعة على شكل Destek مربع مستين الطول والعرض تقوم برمال هنا يكون لديت مربع مفهم يعني الفرق ما بين مستطيل و مربع أراه في كل تالحالتين لكان مستطيل و لكان مربع فمن يريد أن نحسب المساحة و نضيف الطول في العرض يعني الطول اللي هو 10 متر مثال في هذا المثال نضروفه في 8 متر يعني 10 متر اللي ضربتها في 8 متر مثال المساحة لها البقعة 10 في الطول و 8 في العرض نضيره 10 في 8 تعطيني 80 متر إذن المساحة لها البقعة هذه هو 80 متر مفهم فكيني بعد الناس اللي يكون عندهم يعني بقعة يعني على شكل متللات كي ما كنقول لهم فرماجة حناية فمن كتكون عندي بقعة على شكل فرماجة شنو كندير فقط ولي على شكل المتلات فقط كنشد طول اللي كيكون عندي ديال المتلات ولا ديال البناية ديالي ديال البقعة كيكون بار اكزمبل هو 10 متر اا بار اكزمبل 10 متر ومثلا عندي وكنن أخذ حتى العرض ديال هاد المتلات اللي هو 8 متر وكنقسمه على جوج يعني في المثال denkεις عدنا 10 مترو يعني في الطول ديال هاد الفرماجة و8 متر في العرض ديالها كان ديال الذك عشره كان ضربه في 8 وكنقسمه على جوج يعني 10 في 8 تقنى 80 متر 80 متر اللي قسمته على جوج تقنى 40 متر إذن هذا الفرماج الذي طولها 10 متر والعرض ديالها 8 متر المساحة ديالها هو المساحة ديالها هي 40 متر نفهم هذا الشيء هذا ألغ نتمنى أن تكونوا فهمتوا هذا الشيء هذا فندزوا الحساب ديالنا بالنسبة لتكلفة البناء أنا بدأوا بالأساسات فبالنسبة للأساسات أنتم كاملين عارفين بأن الأساسات المساحة الإجمالية ديال الأساسات أو المساحة الإجمالية ديال البقعة مقصومة على جوج يعني 50٪ من المساحة الإجمالية كتمثلية يعني التكلفة البناء ديال الأساسات أنا بل쳐 نفهمكم أكثر Un zero في المثال بحال مثلا لدينا مثال في الأساسات سنأخذ المساحة الإجمالية مثلا لدينا 80 متر لقسمناها على جوج و عملنا 8 متر و الحقيقة قمنا بس طالب 40 متر قمنا بس طالب 40 متر و الف 40 متر قمنا بس طالب 40 متر و ح sheets 40 m بعد 49 متر و لكن س طالب 40 Post Along the�나 owią بشكل 40 متر فبنسبة لليد العاملة نشد 40 متر و نضرب اليد العاملة من ٢٠٠٠ درهم فاليضى نضرب في ٢٠٠ درهم بالشال ستقاعمي مثلا ٨٠٠ درهم لتقاعمي على المثال في اليد العاملة و نزيد عنها ٤٠٠٠ مع حوالي تقريبا ٤٠٠٠ درهم لتقاعمي على البقعة سوف نرى هذا الشيء غير هضرنا عليه سوف نرى لكي نأكد لكم بأن هذا الحساب الذي أعطينا لا شيء غير كنجيبه من ريوصنا سوف نرى هذا الشيء بالكالكيل والحساب فبنسبة للمواد البناء سوف نبدأ بالبيطان المواد البناء شنو أبني كنهضر على البيطان شنو هو البيطان البيطان هو مزيج أو خالط يعني ما بين السيمة والرملاء والكاياس يعني هذو ثلاثة المواد اللي كنحتاج أساسيين في البناية سوف نرى بشهالها تق arrive جدا بشهالها تقام علينا الكاياس وشهالها تقام علينا الرملاء لكي نعرف dimensions عن形 فهنا سوف تعرف arrsem لذلك كل ذلك بشهالها تقام علينا ان نق Access أت découvrir المساحة الكلية ضمن البقعة الميساحة التي تريدنا به المثال هيó 80 متر كانو أن نضربها في 0.14 هذا الفرز فاصل الiversاطح كان هذا 0.14 متر مخرجين مهندسين ومخرجين كفائة يعني ذو كفائت يعني ي navigating 0.14 متر أثن Han hizim في ممترا تاريخ مستف�� بالمساحة الكليزة في الناس واحد الضالة بوحدة هذا الحواج جد مهم بالنسبة للضالة تبقى بوحدة كنشد المساحة الكلية كنضربها في 0.14 يعني المساحة الكلية عندي هي 80 متر كنضربها في 0.14 يعني 11 متر يعني 11 متر كيف يعني 11 متر كيف و 12 متر كيف داخلين فيها يعني السومي ليسند المساحة الكلية اللي سيناج يعني داخل فيها قاعدل يزورج فقط الضالة لما دخلاش الضالة تبقى بوحدة كندير في الضالة؟ ضالة كنشد المساحة الكلية المساحة الكلية ديال بقعة كنضربها في العمارة ديال بش حال عا نعمر ذك الضالة في المثال اخديت 13 سنتيم ديال العمارة كنضربها في 0.13 يعني 8 متر او لم اضربتها في 0.13 وقت الانى 10 متر كيب يعني 10 متر كيب وقت الانى 10 متر كيب الانى 10 متر كيب بديا البطن بل ماいる وم نخذ 11 متر كيب ف uh 11.6% اللي خرجتليّة. اللي داخلين فيها قاعلي زوفراج فقط داله اللي ما داخلاش.. حقاش دالكلّ بيكون عندي السيمة فيها ناقصة. حعنيتك شعلكS 11.5% كان ضربه في سبعة أدخناشي دي السيمة في المتر كيف في الميترو. أ Eh 11.5% اللي ضربتها في سبعة أدخناشي غتا عطتيني 79 وسبعين خانشة دي السيمة للي غنحتاج.. هذه 79 وسبعين خانشة دي السيمة اللي غنحتاج.. اه يعني.. فجاء الزوفراج فقط طلاطا ما داخلش فيها. فقط ضلاء دي الفونداسين. يعني هات سيودو سبعين خنشة داخل فيها للسوميل داخلين فيها للبوطو داخلين فيها للسيناج داخل فيها لرونقرين يعني كل شي تعدو سبعين خنشة دي السيمة. آآ كان حسب تعدو السبعين خніشة دي السيمة و بالنسبة للضالاء الاضالاء قلقيت 10.40 متر كيب يعني اللي ذا يجا حسبنا 10.40 متر كيب كان ضربو في خمسة خنشة في الميترو يعني كيكون سيمة في الضالاء تكون عندي ناقصة في الضوزاج يكون عندي 5.5 دي السيمة في المترو كندير 10 فاصلة بعد نضربه في 5.5 كتعطيني 52.5 يعني نحتاج في الضالة فقط ضالة بوحدها دي الفوندسيون وعنحتاج تهزلي 52.5 دي السيمة كنضربه في 72 درهم كتعطيني 3744 درهم يعني الضالة فقط بوحدها دي الفوندسيون وعن تقام عليها 3744 درهم عاد بالنسبة للسيمة بالنسبة لزوفراج يعني في الفوندسيون يعني في سومر اللي لانجرين لسيناج حوالي 5688 درهم يعني في المجموع يعني السيمة سنحتاج في الفوندسيون في الاساسات حوالي 9432 درهم يعني تكلفة دي السيمة 9432 درهم اللي نحتاج في الفوندسيون هذا فيما يخص السيمة بقي لنا الكايس فبالنسبة لكايس شنو كندير كنزيد عليها الضالة يعني ايش حال خرجت لي 10.4 متر كيب يعني في توطال مو عطتيني 21.6 متر كيب يعني 21.6 هذه 21.6 هي اللي عندي بها الغارات هي اللي امقى نخدم عليها 21.6 متر كيب كنضربها في جوج نقسمها على ثلاثة باش تخرج لي الكمية ديال الكاياس نفوم يعني هذا المطر الجديد كنضربها في جوج نقصها AOA قصت علي 21.6 متر كيب يعني can create 15 متر كيب يعني 15 متر كاياس اللي قمت عليه 200 متر فإن 15 متر كان ضربها في quantر 500 درم قصت علي 21.6 متر كيب يعني 21.6 متر كيب كان ضربا في واحد ونقسمها على ثلاثة يعني الرملة لأنتيار والكياس لأنتيار دائماً الكياس لأنتيار الرملة لأنتيار نفهم؟ 21.6 متر كنقسمها إلى 3 21.6 متر لقسمتها إلى 3 متر أعطني 8 متر يعني نحتاج الرملة أحتاج حوالي 8 متر الرملة ولذرت لـ 200 درهم المتر بالنسبة للرملة غالباً 200 درهم المتر 8 متر اللي عندي كنضربة في 20 درهم يعني 1.600 درهم بالنسبة للرملة ونتيار من الأحسن يعني مني تبغو الدوموندي وركة الدوموندي يعني الرملة جوجة الفياجات دي الرملة ديال 25 متر كيب واربعات الفياجات ديال كاس ديال 25 متر كيب أنا درت لكم فقط يعني التكلفة اللي غنحتاج اللي غنحتاج في الفونداسيون يعني أنا هاد الجزء هالفيديو بغيت نخصه فقط الأساسات يعني الفونداسيون الفيديوات الجاي غنشوفوا فيهم تكلفة ديال السفلي وغنبقوا طالعين حتى نساليو ونشوفوا ان شاء الله يعني 1 ديطاي بش حات قامت علينا يعني ديال 80 متر بنسبة للحديد بنسبة للأساسات الحديد اللي غنحتاج في الأساسات فعندي 21.6 متر كيب اللي عندي فبنسبة للحديد المهندسين ولا اللي بيرودوتي مخارجين واحد الكمية الكمية تقريبية اللي كنضرب فيها باش يخرج ليه الطناج ذيال الحديد اللي غنحتاج في ذيك البقعة ديالي بار اكزامبل انا خرجت الكمية للبيطان اللي دايجا خرجنا خدامين اليها 1.6 متر كيب كنضربها من 90 حتى المياه يعني نقدر نضرب في 90 قدر نضرب في 92 90 91 92 93 94 95 96 يعني احتى المياه باش نخرج الكمية التقريبية ديال الحديد اللي غنحت هزلية هاد البقعة هذي يعني احنا لقينا البقعات هزلين وعشرين متر كيب ديال البيطان فاصل الستة كنضربه في 90 كيعطينا يعني الحديد شعال نحتاج ديال الحديد في هذا البيطان هذا هنحتاج الف وتسعمية واربع وعبعين كيلو جرام ديال الحديد يعني تقريبا واحد جوجة ديال الحديد قريبة الجوجة انا لاذرت تسعود دراهم الكيلو بالنسبة للحديد لاذرت لي تسعود دراهم الكيلو غالبا يعني في هذو الوقت هذا الحديد وصلى see 90 درهم 90 درهم واحد 8."... آآ بنيسة الحجر وهناك من Unterschied جيد الموجود فيه 1.2 500 درهم في الحجرة بطلع الحجرة Blocage يعني بلوكاج ديال لعضال داخل داخل البقعة ذاك الشيء لاش نحتاجه حوالي 2500 درهم ديال الحجار بالنسبة للحفير نحتاج 2000 درهم ديال الحفير سواء نحفر بالتراكس سواء نحفر فقط بالعمل بالخدامة يحفر ولي لكانت الخدمة غي صغيرة فقط نخدم بالخدامة وتقام علية كلوفة يعني أقل يعني لكان عندي فقط واحد البناية صغيرة بار اكزمبل ديال 60 مترو ولا هذي فقط الخدامة ره يحفروا ليه وتقام علية بتكلوفة أقل بالنسبة للسيمة بالنسبة للسيمة شحال ديال بغنشوفو شحال المجموع يعني السيمة كنا القيناة 2492 درهم الكاياس كنا القيناة 1500 درهم الرملاك كنا القيناة 1600 درهم الحديد القيناة 17496 درهم الحجار القيناة 2500 درهم الحفير القيناة 1200 درهم يعني التكلوفة الإجمالية تقامت عليها ب34000 درهم و 528 يعني تقريبا قريبا 40000 درهم يعني قريبا لذلك التكلوفة اللي احنا ضيجة قلناها قبل وقلنا لكم فقط مواد البناء كما تتشوفو فقط مواد البناء كنشد المساحة الإجمالية ذيال البقعة اللي هي 80 مترو وكان ناخد 50% يعني من ذيك المساحة يعني النص ديال 80 مترو اللي هو 40 مترو وكان ضربو في شحال يعني مواد البناء من 800 درهم حتى 1000 درهم حتى 1100 حتى 1120 يعني ناخد اللي بغيت إلا خديت إلا ديت 40 40 مترو ضربتو في 800 درهم غنشوفو شحالة تعطيني هنا في المثال ضربت مثلا خديت مثلا مواد البناء حسبت اليوم 1000 درهم يعني 1000 درهم من الميتر كاري إلا جدينا 40 مترو ضربناها في 1000 درهم تعطينا 40000 درهم وهنا حسبنا بالحساب ديالنا يعني بالسلعة بكل شي يعني تقامت علينا قريبا 40000 درهم يعني هات الشي رهما منطقي يعني ورناكم كيف بالنسبة الإيد العام الكامل إلقتCOM، من ميتين وكمسين درهم بالقامل فلحسبتوة ميتين درهم ستستطيع ضربيها في ربعين مترو كما قلت لكم، فل blas不能 exploitation Ashley voice معاikan ميتين درهم ، وهذا يعطي 좀 8000 درهم لازلتها على التكلفة التي حسبناها الآله مما بالمواد فغعطيك الكلفة الإجمالية وحد 2400 درهم وok 28 درهم يعني باليد العاملة زائد مواد البناء باليد العاملة ومواد البناء بجوج فأنتمنى إن شاء الله أن هذا الفيديو يكون الإعجاب ديالكم كما شتوها تشيرها بالحساب وبالكالكيد يعني ماشي شي حاجة اللي غنجي ونقول لكم نعطيوكم فقط نسب تقريبية يعني ممكن نعطيوكم إحنا ذك شي بالحساب يعني كتشوفوا ذك شي يعني براتيك نتمنى إن شاء الله أن الفيديو كنا الإعجاب ديالكم للتساؤلات ديالكم خليوا لنا لي كومنتر تحت من الفيديو كنقراروا قاع لي كومنتر كنجاوب عليك قاع لي كومنتر يمكن لكم ترسلوا لي ميساج في الواتساب الناس اللي بغا تبني ديجا عدنا مقاولة ديانا كما قلت لكم قبل وباقي كنقولها لكم يعني فقط توصلوا معي عبر الواتساب فبنسبة التامان أراك يكون تامان جيد مناسب وبطابعة الحال ما نزيدو عليكم ما نقصو عليكم يعني كل واحده كي يدي يعني اللي مكتاب ليه وكل واحده كي يدي أرزاق ديالو هاتشي اللي كاين وتبارك الله عليكم والله يستر للجميع وتبارك الله عليكم والله يعمكم ترجمة نانسي قنقر